اهلا بكم الى لقاء الاولى الذي نستضيف فيه الليلة من تونس الكاتبة والبحث السياسي مصطفى القلال حيث نناقش معهم حلقة عام من التجاذبات السياسية والاجتماعية في تونس الذي توجه بتنصيب رئيس جديد للبلاد تسلم اذن الرئيس التونسي الجديد الباجي قائد السبسي مقاليد الرئاسة من الرئيس المنتهيات ولايتها المنصف المرزوقي وعد الرئيس الجديد القسم الدستوري امام اعضاء مجلس نواب الشعب كان البرلمان التونس اليوم مع اول تداول سلمي للسلطة في البلاد يتم بعد انتخابات عامة رئيس برغبة شعبية اما برلمان بارادة من ذات الشعب كان للمناسبة هيبتها اذا فهي تكريس لنهج اراده التونسيون مثالا يحتذى نجتمع في هذا الموكب البهيج في لحظة تاريخية فارقة ونحن نضع لبنة جديدة على درب ارساء المؤسسات الدستورية المستقرة ونطوي صفحة المرحلة الانتقالية بيدائه اليمين الدستورية يكون السبسي ووفق تعهده رئيسا لكل التونسيين حاميا للدستور سعيا مع الحكومة لينعاش الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشية اقسم بالله العظيم ان احافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها وان احترم دستورها وتشريعها وان ارعى مصالحها وان التزم بالولاء لها تحقيق وعود الثورة وعلى رأسها كرامة المواطن وتحسين ظروف العيش وبلوغ فرحة الحياة وخاصة التشغيل وتوفير الصحة وتوازن بين الجهات ومكافحة الفقر والهشاشة والرفع من التنمية الاقتصادية المرحلة الثانية في مراسم تولي السبسي الرئاسة كانت في قصر قرتاش حيث تسلم السلطة من الرئيس السابق وغريمه السياسي المنصف المرزوق بين قبة البرلماني وقصر قرتاش تسلم الباجي قيد السبسي مقاليد رئاسة الجمهورية الثانية لتتجه الانظار الان الى تشكيلة الحكومة ومن سيترأسها بعد مسار انتقالي غير التاريخ السياسي لتونس الى الابد ايمن الرزقي سكاي نيوز عربية تونس هذا وشيد عام 2014 في تونس احداثا سياسية واجتماعية اعتبرها المراقبون مخاضا لارساء الديمقراطية في البلاد حصام حصاد عام في تونس في التقرير التالي فشل عثرة ام تراجع جاءت نتائج انتخابات 2014 البرلمانية في تونس بما لا تشتهيه النهضة فالحزب خسر الاغلبية البرلمانية التي حازها في انتخابات 2011 ثلاث سنوات اختلفت حولها القراءات تصدرت النهضة المشهد التونسي حين فازت باغلبية نسبية في انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 فكانت في اول اختبار لها في الحكم حاول الحزب طمأنة التونسيين فاختر اللجوء الى تلاف اضلعه النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي ترأس عمين عام الحركة حماد الجبالي الحكومة في نظام يمنحه صلاحيات واسعة حسب دستور مؤقت كان لانعدام الخبرة والمعرفة بالادارة السياسية للبلاد اثرا واضحا على اداء حكومة الترويكا اذ اتسمت الفترة الانتقالية بحالة من الغضب الاجتماعي مع ظهور عشرات التحركات الشعبية في ظل ازمة اقتصادية حادة ادت الارتفاع نسب البطالة وغلاء المعيشة بدت المخاوف تدب في نفوس التونسيين حين طفت على الساحة طيارات دينية متشددة دون ان تحرك الحكومة ساكنا تكفير المعارضين في المساجد ورفض النظام الجمهوري مظاهر باتت مألوفة حينها وبعيدا عن الاقوال تذهب كتل المعارضة الى حد تعليق عضويتها في المجلس التاسيسي بات الحوار امرا لا مفر من بعد تعثر لأسابيع يستقيل علي العريض مسلما السلطة لحكومة التكنقراط في طار خريطة طريق عجلت بالمصادقة على دستور جديد للبلاد وتحديد موعد للانتخابات انتخابات برلمانية اكدت التوقعات بتراجع شعبية النهضة في مقابل صعود نجم حزب نداء تونس قبل ان تدفع الرئاسيات المخضر ملباجي قايد السبسي الى قصر قرطاج من اوسع الابواب تعتبر النهضة انها قبلت بقواعد اللعبة الديمقراطية اذ دخلت الحكم بسنادق الاقتراع وغادرته برضاها لكن خصومها يرون ان ضغط الشارع والقوى السياسية والمدنية وفشلها في ادارة دواليب الحكم كان حاسمين اولا بمغادرتها السلطة ولاحقا بخسرتها الاغلبية البرلمانية النهضة تمر الان باصعب اختبار لها كيفية مواجهة انصارها التي يحمل قطاع واسع منها قيادة الحزب مسؤولية ما الى الى الامور فالاختلافات باتت علنية ينضم الينا من تونس الكاتب والبحث السياسي مصطفى القلعي مساء الخير سيد القلعي هل يمكنه فعلان تلخيص عام 2014 بما حدث اليوم بتسلم السيد الباجي قايد السبسي لرئاسة تونس أمن ذلك ربما سيكون اختزالا غير عادل في حق عام 2014 مساء النور كل عام وانتم بخير وانت بخير الحقيقة ان عام 2014 كان قاسيا جدا على التونسيين الذين خاضوا نضالات مريرة جدا من اجل انقاذ وطنيهم مما تردى فيه يعني بسبب سياسات غير وطنية انتهاجتها حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة وتفاجأ التونسيون بعد انتخابات 23 اكتوبر 2011 بان مخططا يعني غير بريء يرسم لوطنهم بعد ان منحوا ثقتهم لطرف لم يكن مواليا بالكامل لهذا الشعب هذا الشعب اضطر مرة اخرى الى ان يخوض سراعا مريرا في الساحات وفي الميدين من اجل ان ينقذ وطنه وكان له ذلك عبر الفوز الاول الكبير لشعب التونسي المتمثل في دستور 27 يناير 2014 وهو الفوز الاول الذي ضحى من اجله شهداء تونس شهداء الجبهة الشعبية الشهيد شكري بالعيد والشهيد محمد ابراهمي ثم شهداء المؤسسة الامنية والمؤسسة العسكرية من ابناء تونس البررة الذين فدوا هذا الوطن بدمائهم الزكية والذين سقطوا ضحية الارهاب الغادر الذي توطنا في تونس بتواطئ من حكومة الترويكا ارجو المعذرة ومن حركة النهضة بشكل بشكل كامل إذن 27 جن في يناير 2014 كانت كانت تاريخا كبيرا في تونس لأنه أسقط مشروعا آخر لدستور جوان 2013 مفهوم هذا يونيو 2013 دستورا رجعيا بالكامل يعني يتنازل عن عن مكاسب تونس المدنية والحضارية ويعيدها إلى القرون الوسطى ندالات المجتمع المدني السؤال الآن سيد القلعي السؤال الآن هو بعد أن قوية المرحلة الانتقالية ما كانت توصف بالمرحلة الانتقالية ودخلت الآن تونس مع ويال المصادفة دخلت 2015 مع المرحلة التي يتوقع لها ويتمنى أن تكون مرحلة استقرار في تونس هل يمكن القول فعلا بأنه تم تحقيق أهداف الثورة التونسية التي كانت أصل كل الثورات العربية لا أبدا الثورة التونسية معلقة الآن يعني منذ 23 أكتوبر منذ نتائج انتخابات 23 أكتوبر التأسيسية علقت يعني أهداف الثورة ويعني يعني سادة مفهوم يسمى بالمسار الانتقالي وهو يمكن أن يعد نوعا من السطو على المسار الثوري لأن المسار الثوري تم تعطيله بنتائج يعني مخيبة للقوات التقدمية والثورية في تونس لأن الانتخابات جاءت بقوان معادة للثورة أصلا ولم تشارك فيها والدليل على ذلك أن الحكومة التي تشكلت بعد انتخابات 23 أكتوبر يعني سارعت بعقلية انتهازية يعني الاستلاء على مفاصل الدولة وعلى يعني انتزاع مكاسب لمنظوريها لسيما العفو التشريع العام والتعويض للسجناء السياسيين الإسلاميين السابقين وتركت أهداف الثورة من التشغيل والتنمية والعدالة الاجتماعية والمساواة من الجهة سؤال فقط أستاذ قلعي هل تتوقع أنه كان لأي طرف آخر فاز في الانتخابات أن يتصرف بطريقة أخرى عن الطريقة التي تصرفت بها النهضة بعد فوزها شعب التونسي كانت مطالبه واضحة ورفعها في شعارات واضحة التنمية والتشغيل العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون دولة القانون دولة المؤسسات ولم يرفع شعار التعويض للمساجين السياسيين ولم يرفع شعار التشريع العام الذي ورّت الدولة التونسية في تعويضات ضخمة جدا وأجبر المؤسسات الوطنية التونسية على انتداب عشرات الألاف من الموظفين خارج حاجتها وخارج تاقتها بما أثقل كاهل الدولة وكاهل الوظيفة العمومية وترك طالبي الشغل الحقيقيين من أبناء الثورة ومن أصحاب الشائد العليا خارج حسابات حكومة الترويكا حكومة الترويكا وحركتنا هذا أساسا أتت بمشروع جهز لخدمة أبنائها وقسمت التونسيين إلى إسلاميين وعلمانيين وجعلت الإسلاميين هم من يحظون بالامتيازات والبقية لا حق لهم في وطنهم إذن هذه أخطاء كبيرة جدا الحقيقة وقلت كما قلت أعلقت أهداف الثورة ودفعت بالقواء التقدمية والمدنية في تونس إلى استئناف حراكها المدني والاجتماعي في الشوارع والساحات من أجل تصحيح المسار الانتقالي ربما الأطراف الثورية لم تكافأ إلى حد الآن وربما عودة سيد باشي قيد سبسي إلى الواجهة كان لذرورات تاريخية وليس لذرورات ثورية الآن مع انقضاء عام 2014 لنطوي تلك الصفحة ونفتح صفحة عام 2015 ما الذي يتوقعه التونسيون فعلا؟ وأقول هنا التونسيون البراغماتيون وليس الحالمين من عام 2015 سياسيا التونسيون ينتظرون أولا وأساسا وبشكل واضح أن يطمئنوا إلى حياتهم اليومية لإطمئنان الحياة اليومية يقتضي أمرين الأمن العسكري والأمن الاقتصادي لا يمكن لتونس أن تعيش في هذا الخوف التونسيون اليوم يعيشون الكثير من المآسي في قضاء يعني حاجياتهم اليومية من الحاجيات الأساسية من الغذاء ومن الكهرباء ومن الخدمات العامة بصورة إجمالية إذن الحكومة القادمة مطروحة عليها أن توفر الأمن أولا وقبل كل شيء أن تقطع دابر الإرهاب أن تقيم علاقة أمنية استراتيجية مع الجار الليبي الذي يمثل الخطر الكبير على تونس اليوم بحكم الفلتان الأمني الموجود فيه لابد من وضع استراتيجية كاملة علاقة استراتيجية تضع مصلحة تونس في كل اعتبار ولا تقوم على العلاقة الإخوانية البسيطة التي يمكن أن تضر بتونس ثانيا المطلوب من عام 2015 من نداء تونس أن يبرهن على كونه حزبا مسؤولا وطرفا وطنيا لم يأتي بالصدفة إلى السلطة عليه أن يبرهن لكل التونسيين أنه قادر على تجميع القوى السياسية في تونس وعليه أن يحسن الاختيار واضح أن نداء تونس الآن يعيش ارتباكا كبيرا بحكم ما غمره به الشعب التونسي من كرم حين منحه كل السلطات وكل أوجه الحكم في يده والآن مرتبك بشكل كبير ربما سيد الباجي قايد السبسي الآن ابتعد عن نداء تونس واستقر في كرتاج ليكون رئيس كل التونسيين لكن مهمة حزب نداء تونس لن تكون يسيرة في المرحلة القادمة لا سيما أنه لم يكشف أوراقه بعد ولا سيما أنه يلاعب الجميع بطريقة غير واضحة بالمرة لا سيما في علاقته بترفين رئيسيين في تونس اليوم هما حركة النهضة والجبهة الشعبية أي طرف سيتعامل معه نداء تونس ولماذا يختار هذا الطرف على الطرف الآخر هناك طرف وهو النهضة كشف نداء تونس وبنى حملته الانتخابية التشريعية والرئاسية على أنه لن يتعامل معه بل أنه وجد أساسا ليتعارض معها ولكن بعد أن استوت الأمور له يبدو أن المسائل اختلفت لا سيما أن الانتخابات الرئاسية الجولة الثانية خاصة كشفت له أمرا خطيرا يتمثل في أن الجنوب التونسي يمثل إن شاءنا قنبلة موقوطة إذا لم يحسن التعامل معها كيف سيتصرف هذا الحزب ما الذي سيقدمه لتونس الرهان صعب جدا والأمل كبير لا شك في ذلك ونرجو له التوفيق على كل حال هل نتوقع الحكومة المقبلة في تونس أن تكون حكومة تشاركية تلافية يفتح فيها الباب لكل الأطياف السياسية التي لها صدى في الشارع طبعا في تونس الترف الوحيد الذي له صدى في الشارع في تونس هو الجبه الشعبية بقية الأطراف لها صدى خارج الشارع الحقيقة الجبه الشعبية هي الترف الوحيد الذي كانت له القدرة على التعب العام في الشارع الجبه الشعبية هي الترف الوحيد الذي تمكن من تنظيم اعتصام الرحيل الذي منه نفذ نداء تونس إلى الساحة السياسية نداء تونس لم يكن موجودا قبل اعتصام الرحيل يعني بعد اغتيال الشهيد الشهيد الابراهمي في يوليو 2013 لم يكن هناك حزب اسمه ندا تونس كانوا حزيبا صغيرا مجموعة من أعضاء الحكومة السابقة الذين كانوا مع سيد السبسي تحولوا معه إلى حزبه وبقوا منكمشين على أنفسهم. إذن الترف الوحيد الذي له القدر على التعبئ هو الجبه الشعبية. حركة النهضة فقدت أوراقها الإسلاموية التعبوية التي تقوم على أعلام داعش وعلام الأصولية والشعارات التكفيرية هذه الورقة احترقت الآن لا سيما في ظل التغيرات الدولية حركة النهضة مطالبة اليوم بأن تخضع إلى النظام المدني التونسي وأن تؤكد ذلك وأن لا تخفيه وجها وتكشف آخر. بالنسبة للحراك الاجتماعي تحكم فيه الجبه الشعبية والاتحاد العام التونسي للشغل. إذن ندا تونس عليه أن يحسن التصرف مع هذه الأطراف لا سيما وأنها شريكته الأساسية التي أوصلته إلى ما هو عليه الآن. ولكن هل من السليم وهل من صالح التونسيين أن يتم إقصاء طرف الآن. الخوض في تجربة سياسية جديدة مع طرف واحد الذي تحدثت عنه والذي يوجد له صدى في الشارع. ليس في مصلحة التونسيين الفعلية على المدى البعيد والمتوسط أن يتشارك الجميع في السلطة. بنسبة تعكس كما قلنا الصدى الذي تتحدث عنه في الشارع. لا يمكن. الديمقراطية كلها في العالم تقوم على حكم ومعارضة. لا يمكن أن تشارك الجميع. أنت تتحدث عن ديمقراطيات راسخة بمئة ومئة وعشرين ومئة وخمسين سنة. نحن نتحدث عن ديمقراطية شبه وليدة الآن في تونس. قد يكون هناك استثناءات على الأقل في المرحلة الراهنة. في البداية. هناك مسار. هناك مسار كامل في تونس. هناك مسار كامل الذي يمكن أن يقع إلغاءه. لأن الجبهة الشعبية وحركة النهضة بينهم خلاف كبير جدا. الجبهة الشعبية تتهم حركة النهضة باغتيال أبنائها. وحركة النهضة لم تتمكن من إثبات براءتها إلى حد الآن. يعني مسألة ليست هينة بهذا الشكل. ثم كما ذكرت لك منذ حين هناك الأغلبية موجودة حتى بدون حركة النهضة وبدون الجبهة الشعبية. نيدا تونس يمتلك الأغلبية النيابية التي يمكن أن تحتاجها حكومته القادمة. ولكن المسألة ليست هذه. أن يجتمع الجميع في حكومة واحدة. هذا غير متاح وغير ممكن. منذ ما قبل الانتخابات. الجبهة الشعبية قالت أنها لا يمكن أن تشارك في حكومة في حركة النهضة. بعكس حركة النهضة التي كانت تكرر في كل مرة بأنها تمد أيديها إلى الجميع وتريد أن تشارك في الحكم. طبعا هناك يعني عوامل دولية وضغوط الجبهة الشعبية ليست لها ضغوطات فيما أعلم. هي سيدة نفسها وسيدة قرارها. ولها يعني البرنامج واضح. وندى تونس يعلم هذا بشكل كامل. حكومة الوحدة الوطنية أعتقد أنها غير مناسبة في هذه المرحلة لتونس. تونس تحتاج إلى حكومة سياسية مبنية على برنامج دقيق وواضح. وأهدافه دقيقة وواضحة. والحكومة تنفذه لا أكثر ولا أقل. وليس في حاجة إلى توافق سياسي. هذا لا يعني معادات حركة النهضة وإقصائها. بل بالعكس تشريكها في القرار الوطني. إدخالها إلى الحذيرات الوطنية. استشارتها بشكل كامل. ولا يعني ذلك إقصائها بالمرة. إذن القرار هو في يد ندى تونس وليس في يد أي طرف آخر. تحدثنا عن التحديات السياسية الكبيرة في السنة الماضية ومستقبلا في السنة المقبلة. التحديات الأمنية أيضا العسكرية تحدثنا عنها. هناك جانب آخر تحدي كبير أيضا يواجه التونسيين. لا يقل أهمية عن التحديات السابقين. وهو التحدي الاقتصادي. الاقتصاد التونسي تراجع كثيرا في المرحلة الماضية. السؤال الكبير المعلق الآن. بعد دخول تونس في المرحلة. مرحلة الاستقرار كما يتمنى لها أن تكون. هل يعد ذلك بعودة الاقتصاد التونسي إلى ربما سابق عادها أول؟ والمتمنى أن يكون أحسن من ذلك. هذه المسألة تعود أيضا إلى الحكومة القادمة. يعني إلى الخيار الاقتصادي. ما هو من والد تنمية الذي ستعتمده للحكومة القادمة. لا ننسى أن المرحلة التي ثار عليها الشعب التونسي قبل 17 ديسمبر. كانون الأول 2010 كانت متسمة باقتصاد لبرالي. قائم على الانفتاح الاقتصادي وعلى التفويت في القطاع العام إلى القطاع الخاص. وهذا فتح الباب لكل أوجه الفساد والاستغلال في الإدارة وفي أبواب الاستثبار بشكل عام. إذن الآن كيف سنحصن الاقتصاد التونسي من هذا الفساد إذا تمت إعادة نفس من والد التنمية القائم على الانفتاح الاقتصادي أو على اللبرالية المنفتحة بشكل كامل؟ أي دور اقتصادي للدولة سيكون في المرحلة القادمة؟ وهذا النقطة الحاسمة في برنامج الجبهة الشعبية التي يطالب أن يكون للدولة دور كبير في الاقتصاد. وأن لا تفرط الدولة في وظائفها التنموية والتشغيلية. ندى تونس أيضا يبدو في بعض نقاط برنامجه قريبا من هذا. لا هو مع الاقتصاد الوطني مع مساك الدولة بوسائل الانتاج. ولكن أطراف أخرى قريبة الآن من ندى تونس مثل حزب أفاق تونس والاتحاد الوطني الحر تقوى برامجها على التفويت الكامل في دور الدولة. وعلى الخوصص الكاملة للمؤسسات الكبرى اللاسية التي تعاني صعوبات مثل المطارات ومثل المستشفيات وما شبه ذلك. والحقيقة أن هذه الأحزاب خاصة أفاق تونس والاتحاد الوطني الحر. يعني أحزاب الحقيقة مخيفة في هذه الناحية. لأنها لا تطمئن الشعب التونسي الضعيف الذي يحتاج إلى الخدمات العامة في الصحة وفي الغذاء وفي التنمية. تحدثت عن النهج السياسي الذي ستنتهجه الحكومة المقبلة لإخراج تونس من ما يمكن أن نسميه الأزمة الاقتصادية التي تعيشها حاليا. ماذا عن دور المجتمع الدولي أو الأطراف الخارجية في الإسهام في نهضة اقتصادية متوقعة لتونس. أتحدث هنا عن رأس المال الخارج تونس. يعني الذي يأتي من الخارج للإسهام في التنمية داخل تونس. كيف لتونس أن تقنع رؤوس الأموال الخارجين للدخول إلى تونس والاستثمار؟. رأس المال الأجنب يعرف أن تونس هي منطقة استثمار مهمة جدا بحكم موقعها وبحكم مناخها وبحكم امتداد سواحلها وبحكم طبيعتها السياحية وبحكم ثرواتها المائية والفلاحية وبحكم ثرواتها المعدنية أيضا. رأس المال يعرف ذلك جيدا. رأس المال كان موجود في تونس في عهد بن علي ولكنه هرب من الفساد. ولكنه تعرض إلى الكثير من أرجو المعذر. يعني الشانتاج بالفرنسية. يعني نوع من المساومات. الابتزاز. والدولة كانت عبارة عن جملة من المافيات التي تأخذ نصيبها من الثروة ومن الاستثمار. إذا رأس المال يعرف حجم تونس يعرف أهمية الدولة. عليها أن توفر الأمن أولا وقبل كل شيء. عليها أن توفر الأهم شيء وهو البنية التحتية. يعني أن تمد شبكة كاملة من الطرقات السيارة التي تفتقر إليها تونس. لا سيما في السواحل. يعني سواحل ممتدة مثل سواحل بن زرق مثلا. والتي فيها كل أنواع الشواطئ الجبلية والغبية والرملية والسخرية. لا يوجد فيها طريق محرومة من الاستثمارات. وهي تحتكم على ثروات رهيبة جدا. جدا يمكن أن تدر ثروات طائلة على تونس. إذن الدولة عليها أن تمد شبكة متكاملة مترابطة من الطرق السيارة أولا. وثانيا عليها أن توفر أو قبل ذلك عليها أن تضمن الأمن والاستقرار بشكل كامل. اجتماعيا وعسكريا أيضا. شكرا جزيلا لك سادة مصطفى القلعي الكاتب والباحث السياسي الذي كان معنا من العاصمة تونسية. يمكنكم مشاهدين المشاركة معنا من خلال ترحي أسراتكم واستفساراتكم على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك.